لقد حاولوا أن يذويبوني كقطعة سكر في فنجان شاي ساخن وبذلوا يشهدوا الله جهدا عجيبا من أجل ذلك ولكنني ما زلت موجودا رغم كل شيء في الثامن من تموز حاول المحتل الإسرائيلي على يد الموساد نسف الفكرة والقلم وانهاء حياة الأديب والروائي والقاص والكاتب المسرحي والصحفي والباحث والرسام والمناضل والسياسي غسان كنفاني بنتره في الهواء أشلاء صغيرة حيث فجر سيارته في بيروت ليتفاجأ أن غسان تطابق مع الأرض وأعاد سياغة نفسه وخرج شجرا ووردا وعشبا وخيمة وغيما ومطرا وفكرة لم تمت ولن تغب حتى اليوم رحل الجسد وبقي ابن عكا في ذاكرة فلسطين كأنه حاضر في الغرفة المجاورة عائد إلى حيفا أرض البرتقال الحزين رجال تحت الشمس أم سعد ما تبقى لكم عنوين لأعمال خلدت لتكون نتاج رحلة العذاب الفلسطيني من واجع المخيم حتى نهضة البندقية ولد غسان عام 1936 وما لبث حتى جبلته النكبة فالتحمى بمأساة شعبه وتنقل بين الكويت وبيروت ودمشق والعراق بدأ الكتابة بعمر صغير بعمر التاسع عشر وكان يعرف لماذا يكتب ولمن يكتب وكيف يكتب وخلال أعوام قليلة عاشها ألف أكثر من عشرين عملا بين قصة قصيرة ورواية وعمل مسرحي وبحث نشرت بحوالي 16 لغة في 20 دولة مختلفة ليخلد من بعده إرثا أدبيا عظيما الثورة وحدها هي المؤهلة لاستقطاع بالموت الثورة وحدها هي التي توجه الموت وتستخدمه لتشق سبل الحياة غسان كنفاني هو أول من كتب عن شعراء المقاومة ونشر لهم وتحدث عن أشعارهم وعن أسجالهم الشعبية في الفترات الأولى لتعريف العالم العربي على شعر المقاومة فلم تكن هذه الصفة رائجة قبل أن يطلقها غسان عليه وهكذا أيضا ظل المسمى على اسمه فلم تخلوا له مقالة كتبها عنهم أو من معلومات وأصبحت محاضراته عنهم ومن ثم كتاب عن شعراء الأرض المحتلة وأصبح كل ما كتب مرجعا مقررا في عدد من الجامعات وكذلك مرجعا للدارسين الناس ينقسمون إلى معترك ومتفرج فأما المتفرج فلسوف يعيش عمره كله ويمتصه حتى آخره أما المعترك فسرعان ما سوف يسقط ولقد اخترت أنا أيتها الصغيرة ألا أكون متفرجا هذه كلمات غسان لابنة أخته لميسة لم يكن كنفان أديبا فقط بل كان مناضلا من أجل قضياته فلسطين وظهر التوجه المقاوم لديه منذ طفولته حيث انتم خلال رحلته إلى حركة القوميين العرب وشارك في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليكون عضوا في مكتبها وناطقا إعلاميا باسمها وكان يتقن العديد من اللغات بينها الفرنسية والإنجليزية كانت أهم رواية كتبها غسان كنفاني موته رواية كتبها بدمه حيث وصف ذلك درويش وقال وكأنه الفلسطيني الوحيد الذي أعطى الجواب القاطع الصاطع وكانت الشهادة شهادة وكأنه أحد النادرين الذين أعطوا الحبرة زخم الدم وفي وسعنا أن نقول أن غسان كنفاني قد نقل الحبرة إلى مرتبة الشرف وأعطاه قيمة الدم ترجمة نانسي قنقر